سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام الفنانة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي أمينة شريف عمت الفنانة يسرى ورحلت في هدوء وتقلقت في أعمالها الفنية وشاركت مع أكبر نجوم الفن والنهاردة يسرى تلعد واتكلمت على عمتها الفنانة أمينة شريف وهنعرف في الفيديو اللي معانا تفصيل كتير جدا عن حياتها الفنية وكمان الشخصية هي أجمل جميلات السلمة المصرية وتميزت في فترة الأربعينيات بهدوءها وواجهها البشوش وهي من موليد 1912 واشتهرت بتقديم عدد كبير جدا من المصرحيات على فرقة يوسف وهبي وكمان فرقة الفنان جورج أبيض وبعدها انطلقت نجوميتها في السلمة حتى توفت سنة 1981 وفي مقطع فيديو يعود ل2017 خلال استضافة الفنانة يسرى في أحد البرامج اتكلمت عن حياة عمتها أمينة شريف وقالت أن والدها كان معترض على دخول يسرى عالم الفن وبالرغم من أن شقيقته أمينة شريف كانت أحد وأهم وجوه الفن في السلمة في الوقت ده وبعد فيلم على مصرح الحياة كان أول أفلامها السلمائية وده كان 1942 وكان من إخراج أحمد بدرخان وبطولة حسين رياض وروحية خالد وأنور وجدي كمان وزينات صدي وانطلقت بعد كده نجوميتها بعد بعدة أفلام كان منها غرام وانتقام ورصاصة في القلب وتقييد الإحفة وتحية الستات والطائشة وسفيرة جهنم والعديد من الأفلام اللي كانت نجحة للفنانة أمينة شريف وكانت آخر أعمال أمينة شريف فيلم عمالقة البحار وده كان عام 1960 وهو من بطولة أحمد مظهر وعبد المنعم إبراهيم وناديا لطفي كمان بدأت الفنانة أمينة شريف مشوارها الفني في سن متأخر وهي ظهرت وهي عندها 30 سنة وبدأت الفنانة أمينة شريف مشوارها الفني بالمسرح والدراما كمان وقامت ببطولة الأعمال الفنية مع الفنان حسين رياض وكمان روحية خالد وفاردوس محمد وناس كتير جدا وكمان أنور واجدي وناس كتير جدا اشتغلت معاهم من عمالقة الفن وكمان آخر أعمالها كانت الحب الغلط وده قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا والفنان فؤاد شفيق في سنة 1943 وشاركت الفنانة أمينة شريف كمان في بطولة فيلم حب من السماء وأكدت الفنانة يسرى في لقاءها وكلمت وقالت أن هي واحدة من الفنانات المهمشات في السلمة المصرية هي كانت طبعا بتتكلم عن الفنانة أمينة شريف وقالت أن لم يعد يتذكرها إلا القليل وربما يعود ذلك إلى أن معظم الأعمال التي ظهرت فيها لا تعرض الآن كثيرا أكدت كمان أن وسائل الإعلام عندنا نادر جدا ما بتذكر هؤلاء الفنانات أو الفنانين أو بتذكر الجمهور بأعمالهم الرائعة كما رحلت عن عالمنا الفنانة أمينة شريف في 13 سبتمبر عام 1981 رحم الله الفنانة القديرة أمينة شريف